بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة التعليم الفني الصناعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة على قناتنا قناة مصر للتعليم الفني اللي كلنا سعاداء إن احنا شغالين فيها لخدمة أبنائنا وبناتنا حلقتنا النهاردة هتكون موجهة لطلبة الصف السالس تريك وآلي وهنشتغل مع بعض مادة بدأناها في حلقات سابقة هي مادة التراكيب البنائية طبعا إحنا قلنا قبل كده إن مادة التراكيب البنائية دي مادة سهلة جدا إن أنا أقفلها واجيب فيها مجموع كبير لأنها مادة مش محتاجة وقت ولا مذاكرة قد ما هي محتاجة مهارة للتركيز واختبار الإيد لازم طول ما أنا قاعد أشتغل بإداية كتير عشان خاطر مادة التراكيب معتمدة على مهارة الإيد أكتر من الحفظ والمذاكرة مادتنا سهلة وبسيطة بدأنا بالباب الأول وخدنا فيه يقمشة العائمة خدنا كمان أقمشة السينجل جيرسية اللي هما الثلاث غرز اللي احنا قلنا عليهم هما الأكرديان والحاش والوبرية وينهينا الباب الأول بالأستيك اللي هي الغرزة المطاطة وشفنا شكل الأسئلة ممكن يجي عليها إزاي سواء صح وغلط أو أكمل كمان خدنا الشرح ليهم الغرز كاملة وبدأنا في حلقات سابقة برضو الجزء الثاني أو الباب الثاني معايا وهو التصميمات وبدأنا بتصميم ينفذ على الماكينة المستطيرة الجاكار بلونين ولكن من وجه واحد وإحنا اتفقنا أن احنا عندنا التصميمات بتنفذ على وجهين أو وجه واحد بس كل طريقة وليها طريق أسلوب معين في الشغل بدأنا بتصميمات الوجه الواحد في الحلقة السابقة وخدنا مع بعض أسلوب رمزي وخدنا خرائتي وخدنا وصفي والمفروض لنفس التصميم ده هنكمل النهاردة مع بعض وناخد التصويري يبقى احنا معنا كده أن التصميم بالنسبة لي لازم أخد له كل الحالات رمزي وخرائتي وتصويري وصفي طب حد يقول لي يا ميستو هيجي في الامتحان كل الأساليب دي طبعا لا مش هيجي كل الأساليب دي لكن هيجي لي يطلب مني أسلوب أو اتنين يبقى أنا لازم أبقى أعرفة الأربع أساليب عشان على أساسه أبدأ أشتغل طب نشوف مع بعض كده التصميم اللي احنا خدناه في الحلقة السابقة كان شكله ايه ده شكل التصميم اللي قدامي اللي هو تصميم منفز على الماكينة المستطيلة الجاقار بلونين ولكن من وجه واحد ناخد بالنا أول من كلمة من وجه واحد وطالب مني رسم الأسلوب الرمزي وإحنا اتفقنا إن أنا مش هقول أسلوب رمزي أو خرائطي أو تصويري أو وصفي لا أنا هشرح على طول التصميم بدأت بالأسلوب الوصفي بتاعي وقلت إن أنا عندي بدم هو خمس سطوري يبقى هيبقى على عشر صفوف ليه عشر صفوف؟ عشان كل صفة هيبقى فيه لونين الصف الأفق الأول لزهور اللون الأول هنرفع الإبرة رقم ثلاثة اللي هي كانت عندي متلونة أول اللون الأسود طيب السطر الأفق الأول برضو ولكن لزهور اللون الثاني هنرفع الإبرة واحد واثنين واربعة وخمسة يعني معنى كده إن كل صف هيشتغل مرتين يعني إيه هيشتغل مرتين؟ لأن أنا عندي لونين؟ يبقى أما أقول الصف الأفق الأول أنا هكرره مرتين مرة للون الأول ومرة للون الثاني يبقى أنا لازم أبقى حطى التصميم قدامي وواضح ورسماء قدامي عشان أقدر أقره منه يبقى الصف الأفق الأول قلنا لزهور اللون الأول هنرفع الإبرة رقم ثلاثة طيب ما الواحد واثنين واربعة وخمسة دول اللون الثاني يبقى أقول نفس الجملة ثاني الصف الأفق الأول ولكن لزهور اللون الثاني هنرفع الإبرة رقم 1 و 2 و 4 و 5 ويبقى احنا كده خلصنا الصف الأول طب نشوف كده الصف الثاني الصف الأفق الثاني أهو لزهور اللون الأول ترفع الإبرة رقم 2 و 3 و 4 الصف الأفق الثاني لزهور اللون الأول ترفع الإبرة رقم كام 2 و 3 و 4 وإحنا اتفقنا إن كل صف أنا بقوله مرتين يبقى الصف الافك الثاني لزهور اللون الثاني هترفع الابرة رقم واحد وخمس طيب بعد كده الصف الافك الثالث لزهور اللون الاول هترفع الابر اتنين وثلاثة واربعة هم الواحد وخمسة فين ايوة واحد وخمسة هم اللون الثاني يبقى انا هقول برضو الصف الافك الثالث لزهور اللون الثاني ايوة ترفع الابر واحد وخمس طيب بعد كده الصف الافك الرابع لزهور اللون الاول هترفع الابر اتنين وثلاثة واربعة طيب ولزهور اللون الثاني هنرفع واحد وخمس يبقى احنا كده كل صف عملناه مرتين طيب اخر صف عندي هو الصف الافق الخامس الصف الافق الخامس برضو هيبقى فيه عدد ابر لزهور اللون الاول وعدد ابر لزهور اللون التاني يبقى انا هكرره مرتين يبقى الصف الافق الخامس لزهور اللون الاول هترفع الافق الرقم كام؟ رقم اثنين وثلاثة واربعة طيب ما الواحد وخمسة فين؟ ايوة واحد وخمسة هما الصف الافك التاني ولكن لظهور اللون التاني ترفع الابر واحد وخمسة. يبقى احنا كده لان التصميم بتاعي خمس سطور احنا عملنا على عشر صفوف. ليه عشرة؟ عشان كل صف لازم يكون في لون واحد. يبقى الصف الافك الاول انا هقسمه مرتين مرة للون الاول ومرة للون التاني. طب نبص مع بعض كده على الرسمة ونشوف شكل التصميم بتاعي. ده شكل التصميم اللي احنا عملناه الحلقة السابقة اهو. اللي كنا لسه عاملين الاسلوب الوصفي بتاعه وعملنا له الاسلوب الرمزي. وقلنا ان الرمزي بتاعي هاخد نفس العرض وهضرب الارتفاع في اتنين. ده ربط الارتفاع في الاتنين ليه؟ قلنا علشان ده بلونين. وعملت اول حاجة دليل الالوان زي ما احنا شايفين. وعملت الاسلوب الخرائتي اهو الخمس صفوف. عايزين نكمل بقى وناخد الاسلوب التصويري. طب عايزين نعرف الاسلوب التصويري ممكن يجيلي ازاي. ايوة هاجي اعمل ايه؟ هعمل على خمس ابر وخمس سطور اهو. هحدد المسافة بتاعتي بالشكل ده. كل اربع مربعات عرض وكل اربع مربعات طول عشان تبقى الغرزة منتظمة اهو. بالشكل ده كده. كده السطر الاول السطر التاني السطر التالت السطر الرابع. وانا قلت انه هو خمس سطور يبقى دي السطر الخمس. وهكمل بقية المساحة بتاعتها. علشان خاطر ابدأ ارسم الاسلوب التصويري. اهو. بالشكل ده كده. ده الاسلوب التصويري اللي انا حددت المساحة بتاعته. بالشكل ده. اهو. انا عملت كده خمس ابر وخمس سطور. هنزل تحت كده علشان خاطر هوصل الساقين بتوعي. طيب احنا اتفقنا ان انا عندي اول ابريتين لونهم احمر زي التصميم بتاعي. اهو. وهعمل غرزة وجه. ادي اول غرزتين هيبقى لونهم احمر بالشكل ده كده. واخر اتنين لونهم احمر. اهو. ويه اللي في النص لونها اسود. اهي. يبقى انا عملت اول ابريتين احمر واحدة اسود واثنين احمر تمام. وبعد كده السطر التاني في عندي ثلاثة اسود. اهو. طب حد يقول احنا ليه عملنا غرزة وجه بس ايوة لان التصميم قلي على وجه واحد. واللي اتنين اللي انا سبتهم اللي هما واحد وخمسة اهم لونهم احمر. بالشكل ده كده. السطر اللي بعده اهو. نفس الشكل. التلاتة اللي في النص اسود. اهو. واللي اتنين واحد وخمسة احمر. وهلاق ان الحرقة دي مستمرة لغاية اخر التصميم. يعني انا ممكن اكمل بنفس اللون بدل من اغير اللون تاني اهو. لغاية الاخر. انا كده بعمل الرأس فقط. اهو. انا كده خلصت اللون الاحمر هنا. وهبدأ اكمل اللون الاسود اهو. اه دي باللون الاسود. تكملت التصميم بتاعي. انا كده بعمل الرأس. اهو. يبقى انا كده عملت الرأس لي الخمس سطور بتوعي. زي ما عملت الرأس. هلاقي كل رأس بلون. هعمل لها الساقين بتوعها بنفس اللون. اهو. بالشكل ده كده. كل رأس بلون. الساقين بتوعها بنفس اللون. اهو. انا كده عملت الساقين الاحمر. اهو. ممكن اكمل باللون الاحمر كله. الساقين كلهم. وممكن امسك سطر سطر. يعني دي مطلق الحرية. ياما بدمسكت لون. اكمله لغاية الاخر. كل رأس بلون. بعمل الساقين بتوعها بنفس اللون. اهو. زي ما احنا شايفين مع بعض. ياريت كده نبقى محضرين حاجتنا. ونشتغل مع بعض خطوة بخطوة. عشان لو فيه اي قلق. واحنا شغالين. تقدروا تعرفوا الصح بتاعها. اهو. انا كده عملت الساقين للعمود الاول. اهو. وهعمل الساقين للعمود الاخير. اهو. بالشكل ده كده. العمود الاخير عملت له الساقين بتوع. ولازم وحنا بنختار الالوان اللي هنشتغل بيها تكون الوان متبينة عشان تبقى واضحة. محدش ياخد لي لونين فتحين مع بعض. ألاقي الدنيا بقت فاضية. ولا أاخد لونين غامئين مع بعض. ألاقي الدنيا قفلت معي. يبقى لازم. وانا بختار الواني يبقى الواني متبينة. يعني ميه متبينة؟ يعني أاخد لون غامئ مع لون فتح. او العكس. بس اهم حاجة عندي ان وانا شغالة يبقى الالم له سمك. ليه له سمك؟ لان انا بشتغل على خيط. طب نكمل مع بعض. اهو. ده كده. الساقين بتوع للون التاني. زي ما احنا شغالين. اهو. زي ما عملنا الراس باللون الاسود هنعمل الساقين برضو باللون الاسود. وزي ما عملت الساقين باللون الاحمر هنعمل برضو الساقين باللون الاحمر. اهو. انا كده عملت العمود الاولاني. هنزل بالعمود التاني اهو. طبعا احنا عارفين ان كل ابرة بتعمل لي عمود. يبقى انا لما اقول خمس ابر يبقى معناها خمس اعمدة كل ابرة مسؤولة عن عمود اهو بالشكل ده كده انا بنزل بالصاقين بتوعي يبقى انا كده بدأت الرسمة هي تبن معايا لما بدأت اعمل الصاقين اهو بالشكل ده كده اهو نعمل الصاقين وادي اهو انا كده عملت الصاقين لهم كله يبقى انا عملت الرأس وعملت الصاقين طب وهي الغرزة دي كده كملت لا طبعا انا لازم اكملها اكملها ازاي بالقدمين اهو هاجي بقى بالمصدره كده وحطها كده وابدأ اوصل القدمين اهو هاجي هنا الاقي اللون الاسوي الدخل ده جوه اللون الاحمر بالشكل ده كده اهو اهو طيب واللون الاحمر هيبقى فوقه تماما يا كده يا كده يكون خط واحد اهو بالشكل ده كده اهو اللونين يبقى فوق بعض بالزبط طب نوصل التانية هنا اهو بحط كده المصدره بتاعتي وببدأ اوصل اهو بالشكل ده كده ناخد بالنا من توصيلاتنا اهو اه هنا ما فيش اسود هيدخل جوه يبقى معنى كان الاسود بيدخل داخل اللون الاحمر ما لانه ما فيش حاجة يتوصل بيها اهو طيب اللون الاحمر اهو ايدي اللون الاحمر موجودة عندي اهو هلاقيه دخل جوه اللون الاسود اهو بالشكل ده كده لغاية ما يتوصل باللون الاحمر بتاع اهو بصيت كده لقيت ايه في ملحوظة مهمة او لازم ناخد بالنا منها في النص القدمين متوصلين اللون الاحمر مع اللون الاسود يعني هلاقي عندي لونين ظهرين في النص لكن من الداخل اه من الداخل لازم هيبقى لون واحد بس عكس الساقين اللي نزلين يعني لو الساقين اللي نزلين لونهم احمر يبقى اللي داخل الغرزة اللون الاسود لو الساقين اللي نزلين لونهم اسود يبقى اللي داخل الغرزة احمر الساقين اسود اللي داخل احمر وهكذا يعني عكس اللون اللي موجود هنوصل تاني قدامي ده. بالشكل ده كده. اهو. لما يبقى اللون الاسود هو اللي نازل ما يبقاش فيه اسود جوه. هيبقى اللي جوه اللون الاحمر. اهو. طب هنا احمر ايوه يبقى الاسود هيدخل معايا جوه بالشكل ده كده. اهو. انا كده وصلت اللون الاسود. طيب اوصل اللون الاحمر. اهو. بالشكل ده كده. اهو. اه هنا اسود اه يبقى الاحمر يدخل جوه. وبره طبعا احنا قلنا الاحمر مع الاسود. اهو. نتاق شوية عشان اللون يوضح معنا. اهو. يبقى جوه الاحمر في اسود. وجوه الاسود في احمر. وفي النص اللونين فوق بعض. زي ما احنا شايفين اهو. نوصل تاني. السطر التالت. اهو. بالشكل ده كده. اهو. طول ما انا اسود ما بيخشش جوه. يدخل امتى جوه? لما لاقي الغرزة اللي قدامي لونها احمر. اهي. طب والاحمر هيمشي عادي خالص لغاية ملاقي فتلة سودة. هيبدأ هو اللي يخش جوه. اهو. يبقى هنا الاحمر دخل جوه اهو. في النص هيبقى لاتنين مع بعض. بالشكل ده كده. اهو. انا كده وصلت السطر التالت. اكمل اخر سطر بتاعي اهو. عشان تبقى الغرزة بتاعتي كملت. خالص لغاية الاخر. اهو. ادي اللون الاسود اهو. دايما متوصل بالاسود. اهو. ايوة. لقيت هنا بقى لون احمر. اه يبقى هيدخل جوه الاحمر. بالشكل ده كده. والاحمر اهو. بالشكل ده كده. الاقي اسود. اه يبقى هيدخل جوه اللون الاحمر. يعني معنى كده ان اللون من الداخل عكس اللي بره. اهو. ناخد بالنا تاني. ونركز كده في الرسم لاني التواصلات دي مهمة قوي. الساقين لونهم احمر. يبقى اللي جوه لون اسود. الساقين لونهم اسود. يبقى اللي جوه اللون الاحمر. طب في النص. اه في النص. اللونين فوق بعض يكاد ويكونوا خط مستقيم مع بعض. يبقى احنا كده خلصنا التصميم بتاعنا اللي احنا كنا بدأناه الحلقة السابقة. وكنا عملنا له الاسلوب الرمزي والخرائتي. وكتبنا له الوصفي. والنهاردة كملنا مع بعض التصويري. ناخد بالنا احنا شغالين على وجه واحد. فبتبقى الغرزة كلها غرزة وجه. بعد عدد القبر وعدد السطور. وزي ما التصميم ما انا ملونة ببدأ اشتغل. الغرزة لونها احمر اعملها لونها احمر. الغرزة لونها اسود اعملها لون اسود. ولما باجه اوصل القدمين مهمة جدا. توصيل القدمين. علشان خاطر. في النص ما بين الغرز بيظهر لي اللونين في شكل خط ومستقيب. لكن داخل الغرزة نفسها او الملائس صاقين اللي نزلين لونهم اسود. يبقى اللي جوة اللون التاني اللي هو اللون الاحمر او اي لون احنا مختارينه. والعكس صحيح. تمام? يبقى احنا كده اخدنا اول تصميم مع بعض على وجه واحد. وناخد بالنا او من كلمة على وجه واحد. لان احنا قلنا انها شكلها بيختلف تماما. لو انا قلت واجهين هنبدأ نغير في طريقة الشغل بتاعتنا. طيب ناخد مع بعض تصميم تاني عشان خاطر نركز فيه. اهو. ده التصميم التاني اللي قدامنا بيقولي التصميم الموضح امامك بلونين منفز على وجه واحد. والمطلوب رسم الاسلوب التصويري والخرائتي. بقى طالب مني هنا رسم للاسلوب التصويري والاسلوب الخرائتي بتاعي. طيب احنا اتفقنا ان احنا لازم نشتغل التصميم كله. رمزي وخرائتي وتصويري ووصفي. طيب احنا لو بصينا للوصفي. لو احنا بدأنا بالوصفي. هقول ان ده كده كم صف? ايوة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى معنا كده ان هو هيبقى على عشرة. يبقى انا هقول الصف الافك الاول لزهور اللون الاول. هترفع الابرة رقم واحد واثنين. بالضبط اخذنا اخذ بالنا هم كم ابرة? اتنين اربعة واثنين. اربعة ستة سبعة ابرة. يبقى في الحالة دي هنرفع الابرة رقم واحد واثنين ورقم اربعة ورقم ستة وسبعة. يبقى ناخذ بالنا اول ما نيجي نعمل الاسلوب الوصفي بتاعي. وانا بعد الابر كويس. هما كم ابرة? انا قدامي التصميم على سبع ابر وخمس سطور. طيب نبدأ كده نرسمه مع بعض. اهو. هحدد مع بعض المساحة بتاعتي. وهتكون على خمس على سبع ابر. اهو. هنحدد المساحة بتاعتي. وهتكون على سبع ابر وخمس سطور. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ادي السبع ابرة هم. حددتهم. وكم سطر على خمس سطور ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سطور اهو ولازم اقفل المربع بتاعي اهو يبقى انا كده حددت المساحة بتاعته لازم انقل التصميم عشان اقدر اشتغل اهو بالشكل ده كده انا كده حددت مساحة التصميم ولازم اللونين اللي انا هشتغل بيهم التصميم هم اللي انا هشتغل بيهم الاسلوب الرمزي والخرئاسي والتصويري اهو ده كده شكل المربع بتاعي هبدأ انقل التصميم عندي اول اتنين اهو لونهم اسود اهو ببدأ انقل التصميم واخر اتنين برضو لونهم اسود اهو وفي واحدة في النص لونها اسود ادي كده الصف الاول الصف التاني عندي التلاتة اللي في النص اهو بالشكل ده كده انقل صف في صف عشان ما تلغبطش اهو يبقى انا كده عملت الصف الاول لقيت التلاتة دول مستمرين معي اهو بالشكل ده كده يبقى التصميم قدامنا سهل اول ان احنا ننقل التصميم اهو بالشكل ده كده وعندي هنا اهو بعد كده عندي هنا ابرة في النص هنا اهي وعندي في الجنب فيه ابريتين اهو الابريتين دول شغالين برضو اللون الاسود والابريتين دول شغالين اللون الاسود اهو انا كده عملت نقلت التصميم بتاعي اهو وفيه عندي هنا مربع زيادة لانهما واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ابر بس خمس سطور يبقى ده كده زيادة اهو انا كده ابدأ بقى لون اللون التاني اهو بتاعي بالشكل ده كده اهو اهو كده بالشكل ده انا كده حددت شكل التصميم بتاعي طيب عايزين بقى قلنا ان ده على خمس ابر خمس اهو سبع ابر وخمس سطور اهو خمس سطور يبقى هدرب الخمسة دي في اتنين هتساوي عشرة ليه ضربتها في اتنين عشان عندي بلونين هياخد نفس العرض بتاعي اهو بالشكل ده كده وهنزل عشر سطور ادي واحد ادي اتنين اربعة ستة تمانية العشرة بتوعه اهو واقفل المربع بتاعي بالشكل ده كده اهو يبقى انا كده حددت للاسلوب الرمزي بتاعي طيب لازم اعمل كمان دليل الالوان هسيب اول مربع فاضي واعمل دليل الالوان بتاعي ايه دليل الالوان ده اللي انا هشتغل عليه اهو ادي دليل الالوان بنزل اللون الاول اهو وبعد كده بنزل اللون التاني اهو اللون الاحمر واللون الاسود اهو بالشكل ده كده طيب ايجي بعد كده ابدأ اعمل الرموز ايوا احنا اتفقنا ان دي غرزة وج يبقى رمزها اكس يبقى انا عندي هنا اول ابرة اكس بالشكل ده والابرة التانية برضو اكس لانهم اسود واخر اتنين اهو واللي في النص يبقى انا كده عملت الصف الافق الاول لزهور اللون الاول هنرفع الابرة رقم واحد واثنين واربعة وستة وسبعة طيب اللون الاحمر بقى هو ولا اكيد اللي انا سبتهم اللي هي رقم ايه تلاتة بالشكل ده كده ورقم خمس هذه اللي اتنين اللي لونهم احمر ويبقى انا كده خلصت من الصف الاولين طيب الصف في التاني الاسود فيه فين ايوة هنا التلاتة اللي في النص بالشكل ده كده طيب والاحمر ايوة الاحمر هم اللي انا سبتهم اللي هم اتنين هنا اتقل اللون عشان يبقى واضح معنا اهو واتنين هنا الاولى والتانية والستة والسبعة طيب انا ممكن امشي على طول بلون واحد يعني ممكن اكمل التصميم كله بلون واحد وبعدين اللون التاني بس احنا بنفضل ان احنا نمشي سطر سطر عشان ما نطلق بس يبقى انا خلصت اول والتاني هبدأ في التالت التالت مكان الاسود فين ايوة التلاتة من هنا اهو تلاتة وهنا كم كمان تلاتة واللي في النص هي واحدة بس لونها احمر اهي بالشكل ده كده السطر اللي بعده اللي هو ده ايوة الاسود هيبقى فين الاسود هيبقى التلاتة اللي في النص اهو والاحمر هو اللي نسبتهم اهو واخر واحدة عندي هتبقى اللون الاسود ايوة اخر واحدة هتبقى فين ايوة هتبقى هنا واحدة هنا واحدة هنا واللي انا سبتهم هم اللون الاحمر يعني الاولى والتانية واللي في النص واللي اتنين الاخرانين انا كده عملت الاسلوب الرمزي بتاعي وهيكون على سبع ابر زي ما اتفقنا و كم سطر قلنا عشر سطور ليه عشر سطور قلت علشان انا عندي عدد السطور خمسة دربتها في اتنين اللي هي عدد الالوان فدتني عشرة خمسة في اتنين بعشر طيب عايزين نعمل بقى الاسلوب الخرائطي بتاعي اهو ادي الاسلوب الخرائطي هعمل كم سطر احنا اتفقنا ايوة اتفقنا على خمسة اهو ادي واحد وادي التاني وادي التالت اهو وادي الرابع وهنعمل الخامس تحت هنا قصاد الاول عشان يبقى واضح معنا اهو يبقى ده رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة ورقم اربعة ورقم خمسة طيب ابدأ اعمل الابر بقى هم كم ابرة ايوة هم سبع ابر اهو بص احنا عملنا فين في الوج ليه في الوج عشان احنا اتفقنا ان انا عندي ده وجه واحد يعني التصميمات بتاعتي تنفذ على وجه واحد اهو ده رقم ابرة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده ست ابر واتفقنا انهم سبع ابر اهو بالشكل ده كده ولازم وانا شغالة تبقى الابر عندي منتظمة يعني ايه منتظمة يعني طول الابرة يبقى واحد ومسافة الابر تبقى واحد اهي هقرر تاني نفس السبع ابر فوق اهو بنفس المسافة اهو ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ستة سبعة اهو وقرر تاني اهو بالشكل ده كده سبع ابر وخمس سطور اهو وقرر تاني هقرر في الخمس سطور اهو بالشكل ده كده سبع ابر على خمس سطور وهنزل على الاخيرة رقم خمسة معية اهو وبرضو هعمل السبع ابر اهو بتوعي على الخمس سطور اعد ادي واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة وقرر السبع انا كده حددت الابر اللي انا هشتغل عليها طيف عايزين نبدأ بقى لو انا بصيت هنا لازم اقرأ من هنا يا من هنا لازم اقرأ من واحد من الاتنين انا عندي الابرة الاولى والتانية لونهم اسود ادي هعلمها كده الاولى والتانية لونهم اسود وهسيب واحدة وبعدها واحدة سودة واخر اتنين عندي اسود اهو اللي انا علمت عليهم دول هعمل ايه همشي كده اهو هناخدها مع بعض واحدة واحدة هنزل الرف اهو واطلع ليه طلعت عشان انا مش واخدر الابرة اللي جنبها انا واخدر لبعدها اهو واطلع بالشكل ده كده لم يبقوا ابرتين جنبه بعض هلف بيهم مرة واحدة يبقى انا كده عملت الصف الافك الاول تمام عايزين بقى نعمل التاني التاني ده هو مين الابرتين اللي انا سايباهم هما اللي لونهم ايه احمر اهو همشي بيهم كده ونحاول تكون خدوطنا مستقيمة كده بقى شكلها حلو لان احنا كل ما بنشتغل بطريقة كويسة كل ما بناخد الدرجة اعلى اهو بنزل اهي على الابرة اللي انا سبتها فاضية وخدتها باللون الاحمر وبطلع وبعد كده بتحرك اهو لجاية مقرب للابرة التانية اهو بنزل وبطلع اهو وبعد كده بامشي خط مستقيم زي ما احنا شايفين يبقى انا عملت اول بريتين اسود سبت واحدة احمر خدت واحدة اسود سبت واحدة احمر وخدت اتنين اسود زي التصميم ما هو قدامي بالزبط انا بشتغل منين يا من التصميم يا من الاسلوب الرمزي انا بشتغلش من عندي لازم يكون قدامي وانا شغالة انا كده عملت السطر الاولين طب عايزة اعمل السطر التاني اهو الاسود ما كانه فين ايوا الاسود ما كانه التلاتة اللي في النص دول انا علمت عليهم كده عشان ما تلغبطش وانا شغالة اهو هروح جاية بالمسطرة مشي خط اهو بالشكل ده كده اللي هو الخيط نزل لف التلاتة مع بعض اهو ليه لانهم جنب وعد فاخدتهم التلاتة مع بعض وطلعت فوق ومشيت اهو بالشكل ده كده اهو طب هما اللي انا سبتهم دول ايه ايوا اللي انا سبتهم هما اللون الاحمر اللي هي واحد واثنين وستة وسبعة ولو رجعنا للتصميم هلاقيه نفس الكلام اللي انا بقول اهو بنزل هاخد اللي اتنين دول عشان جنب بعض طب وهعمل ايه بعد كده اعدي ازاي اهو هطلع اهو بمشي خط مستقيم لغاية مقرب منهم وبعد كده ابدأ انزل بالشكل ده كده اهو وبطلع تاني اتقل عده شوية عشان يبقى واضح بالنسبالي في الصورة اهو طبعا انتو مش محتاجين انتو تقلوا لان انتو بمفروب بتستخدموا الوان تقلة اهو يبقى انا كده عملت الصف الافك التاني طبعا ايزا اعمل الصف الافك التالت سهلي جدا بحدد برضو عدد الابر انا عندي واحد اتنين تلاتة هما اللي لونهم اسود وهنا واحد اتنين تلاتة اما اللي في النص اللي انا سبتها دي اللون الاحمد اهو افيش مشكلة هنزل بالخيط الاولين اللي هو اللون الاسود اهو هنزل واخد التلاتة مع بعض بالشكل ده كده طب واعمل ايه بعد كده ايوه هطلع فوق وامشي بالشكل ده وانزل واخد التلاتة اهو طب واللون الاحمر ايوه اللون الاحمر بقى لالابرة اللي احنا سبناه في النص دي ايوه هجيب بقى خط كده من بره ينزل للابرة اللي في النص اهو نزل وطلع بالشكل ده كده اهو يبقى انا كده عملت الصف الافقي التالت طب عايزين نعمل الرابع ايوه الرابع فين الرابع الاسود من اللي شغال فيه الاسود في الرابع شغال التلاتة اللي في النص انا عرفت منين هم التلاتة اللي في النص رجعت للتصميم لقيت السطر الافقي الرابع من اللي شغال فيه التلاتة اللي في النص هم اللي اسود اهو همشي كده اهو وهنزل عند التلاتة واخدهم مع بعض وهم التلاتة اهو وهطلع وهامشي لغاية اخر السطر طب واللون الاحمر ايوا اللون الاحمر هيبقى الاتنين اللي انا سبتهم في الاول اهم هنزل اخدهم اهو خدت اللون الاحمر وطلعت ليه مطلعت عشان خاطر لسه الاتنين الاخرانين بطلع من فوق وبعد كده برجع انزل للابريتين الاخرانين اهو هتقل تاني على دول عشان يبقوا ظهرين قدام ناخد بالنا من خطوطنا كويس اوي طيب اخر واحدة بقى اللي هي الخمسة الاسود من اللي شغال فيها ايوا الاسود من رقم تلاتة هي اللي شغالة والرقم الخمسة يبقى معنا كده فيه اتنين من هنا في النص في الاول احمر وفيه اتنين هنا احمر وفيه واحدة في النص احمر هنعملها عشان يبقى خلصنا التصميم كله لان دايما بيجيلي في الامتحان ده سؤال اساسي في الامتحان اول سؤال بلاقيه اول مفتح ورقة الامتحان على طول ألاقيه تصميم ينفذ على وجه واحد ويطلب مني بقية الاسليب اهو واللي انا السبتوم هما اللون الاحمر هنزل بيه اهو بالشكل ده طلعت اهو مشيت لغاية ما وصلت للابرة اللي في النص اهو طلعت مشيت وخدت اخر ابرتين بالشكل ده يبقى انا كده عملت الاسلوب الرمزي بتاعي خدت نفس العرض عدد الابر اللي هو السبع ابر خدت الارتفاع اللي هو الخمسة ده ربطه فيه اتنين ليه في اتنين عشان عندي ده لونين وطلعوا لي عشر سطور حددت مساحة الاسلوب الرمزي بتاعي على عدد الابر اللي هي سبعة وعدد السطور بتاعت عشرة عملت دليل الوان كل واحدة بلون كل كارتونة بلون عملت الاسلوب الخرائطي بتاعي عملت خمس سطور اهم حددت على كل وجهة امامي السبع ابر بتاعي وبدأت انقل من التصميم طبعا طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة ده شكل التصميم اهو اللي كان قدامنا اللي احنا دلوقتي نفزناه مع بعض اسلوب رمزي واسلوب خرائطي وانطبق التصويري زي التصميم الاولاني بالزبط ما فيهوش اي حاجة لو حبينا نطلع كمان الاسلوب الوصفي بابدأ اقرأ الصف الافقي الواحد بيعمل لي لونين للون الاول وللون التاني وابدأ اقرأ اللون الاول من اللي شغال عندي الابرة رقم واحد واثنين والابرة رقم اربعة والابرة رقم ستة وسبعة طب المال اللي انا سبتهم رقم تلاتة ورقم خمسة دول هم اللون التاني وهكذا حتى نهاية التصميم احنا كده نهينا الجزء الاولاني بتاعنا اللي هو تصميمات من وجه واحد طب احنا عندنا نوع تاني من انواع التصميمات عندنا حاجة اسمها تصميمات من الوجهين تصميمات من الوجهين يعني ايه كلمة من الوجهين يعني تنفذ على الوجهين طب دي هيبقى لها طريقة مختلفة في الشغل طبعا لان انا عندي هنا فطر الظهر هتخش وهتشتغل يعني معنى كان ابر الظهر هتبقى شغالة مع ابر الوجه بس هنا هتلاقي كل ابر الظهر شغالة في كل السطور مفيش حاجة اسمها عدد ابر الظهر جزء شغال وجزء مش شغال لا هنلاقي كل ابر الظهر شغال طب لو احنا بصنا للتصميم اللي قدامنا ده التصميم اللي قدامنا ده على اربع ابر واربع سطور لكن قال لي معلومة مهمة او في بدايته قال لي ان هو ينفذ من الوجهين اه معنى كلمة من الوجهين هنختلف في طريقة شغلنا شوي طب نبص كده للتصميم قال لي التصميم الموضح امامك بالونين منفذ على الوجهين والمطلوب رسم الاسلوب الرمزي والاسلوب الخرائتي وكتابة الاسلوب الوصف طيب نشوف مع بعض ازاي نشتغل التصميم ده اول حاجة عندي قلت ان انا بحسب عدد الابر وعدد السطور تمام التصميم ده قدامي على كم ابرة على اربع ابر واربع سطور اهو تصميم سهل جدا موجودة عندنا في الكتاب ونحاول دايما نشتغل من تصميمات الكتاب بتاعتنا بتبقى سهلة وبتطبق لي الفكرة بسهولة اهي حددت التصميم بتاعه اربع ابر واربع سطور اهو بالشكل ده كده هعملي تاني بعد كده هبدأ انقل التصميم اهو اول ابرة هي لونها اسود وفي ابرة كمان هي لونها اسود برضو وهنا الابرة الاخيرة شغالة اسود والابرة التالتة بعدها طب احنا هنسيب ده بقى كده ابيض لا ما ينفعش لازم يتلون عشان اشتغل به اهو يبقى كل الابر اللي متسبب ايضا دي هي اساسا لون تاني هو اللون الاحمر اللي انا طبقته دلوقتي عندي واللي انتو ممكن تستخدمي له اي لون عندك بس لازم يتحطله لون عشان واحنا شغالين اهو وقلت النايمان نختار الواننا تكون تقيلة اهو طب عايزين نعمل اول حاجة الاسلوب الرمزي تمام هنا بقى هعد هما كم ابرة اربع ابر اربع ابر هقوم ضرباها في اتنين ليه ايه ده طب ما احنا متعودين احنا بنضربش العرض في اتنين لا احنا هندربه هنا عشان عندي فيس وباك يعني عندي وجه وده يبقى هيتساوي 8 طب الارتفاع بتاعي كم سطر اربع برضو هدربه في اتنين ليه هدربه في اتنين عشان انا عندي ده بلونين يبقى اربع في اتنين برضو بايه بتمانية اه يبقى انا اخذ بالنا قوي ان الاتنين الاولانية دي لتصميمات من الواجهين لكن لو كان واجه واحد ما كنتش ضربتي في اتنين ضربتي ليه في اتنين عشان انا عندي فيس وباك طيب ابدأ اخد العرض بتاعي اهو على 8 ابر 1 2 3 4 5 6 7 8 ابر اهو حددت 8 ابر وقلت عندي 8 ابر عشان فيه سوبك واتنين 4 6 8 سطور اهو انا كده حددت مساحة الاسلوب الرمزي بتاعي اهو بالشكل ده وبرضه زي ما احنا متعودين بنعمل ايه ايوه ما ننساش دليل الالوان ده حاجات بتكمل لشغلي وبتساعدني وانا شغالة بدل ما عد ادور هو انهي لون اللي علي الدور لا بتبقى سهلة اوي لما بعمل دليل الالوان كده اهو ظهر عندي اربع فتل اسوي اربع اسود وآدي الاربع الاحمر لان انا ايلا انهم تماني اهو بالشكل ده كده اربع فتل اسود واربع فتل احمر اهو طيب وهاجي هنا هعمل فيس يعني ايه فيس يعني ابرة الوجه وباك يعني ايه باك يعني ابرة ضهر اهو اول تصميم بس بنعمله كده عشان يبقى علامة لي ان انا اقدر اشتغل هاجي عند الباك هرش فتل الباك طب احنا عندنا رمز رمز الظهر ايه ايوا رمز الظهر او اهو رشيت فتل الباك كلها اهي اللي لونها اسود عند اللون الاسود اهو بالشكل ده كده اهو فتل الباك كلها رشيتها ابر الظهر ايه الباك كلها رشيتها للون الاسود وهعملها كمان للون الاحمر اهو انا كده نزلت الباك للون الاحمر اهو بالشكل ده كده قصاد دليل الالوان عرفنا بقى ان دليل الالوان ده بيساعدني كتير اه طبعا بيساعدني كتير وانا شغالة اهو يبقى انا كده حددت فتل الباك او الابر اللي هتشتغل الباك للتصميم كلها هاجي بقى انقل التصميم عندي اول ابرة شغالة اهي في التصميم اسود طب التلاتة التانيين شغالين لونهم ايه ايوا لونهم احمر هاجي عند الاحمر اهو بالشكل ده كده وهشغل الاحمر طيب الابرة التاني من اللي شغال ايوا الابرة التانية السطر التاني ادي اللي شغالة لون الاسود طب ومال الاحمر شغال فين ايوا اول واحدة اهو والرقم تلاتة ورقم اربعة اهو طيب اكمل الاسود رقم كامل اللي شغالة رقم اربعة ايه هو انا عرفتي منين من التصميم انا ببص للتصميم كل صف وقفك من اللي شغال فيه اهو طب والاحمر ايوا الاحمر هيبقى شغال اول تلاتة اهو طيب الاسود رقم تلاتة هي اللي شغالة وواحد واثنين احمر اهي ورقم اربعة احمر انا كده عملت الاسلوب الرمزي عملت الاسلوب الايه الرمزي بتاعي لمين لتصميم منفز على الوجهين عدد ابره اربعة زي ما احنا شفنا وعدد سطوره اربعة ضربت العرض في اتنين ليه ضربت العرض في اتنين عشان هستخدم فيس وباك يعني هستخدم ابر الظهر يبقى اربعة في اتنين بكم بتمانية ودربت الارتفاع كمان بتاعي في اتنين ليه في اتنين عشان عندي ده تصميم بلونين فاربعة في اتنين بتمانية حددت المساحة بتاعتي اهي زي ما احنا شايفين طلعت تمن ابر وتمن سطور يبقى احنا كده عملنا الاسلوب الايه عملنا الاسلوب الرمزي طيب ايزين بقى نعمل الاسلوب الخرائطي طبعا انا احتاجت صفحة فاضية لان هنا الاسلوب الخرائطي هيبقى كبير ليه هيبقى كبير عشان هيبقى على تمانية اهو هنحدد على قل هنا اول اربعة كده نشتغلهم وهعمل اربعة تانين على الجنب وعمل مسافات عشان الابر ما تدخلش على بعضه اهو ادي كده اتنين وقادي رقم تلاتة اهو وقادي رقم اربعة انا كده عملت الاربعة بتوعي لو انا بصيت يبقى دي هنا واحد هنا اتنين هنا تلاتة وهنا اربعة لأ ده انا هعمل كمان اربعة تانين في الجنب ليه اربعة تانين علشان خاطر انا عاملة على تمانية اهو بالشكل ده كده اهو نفس المسافة نحاول نزبط المسافات بتاعتنا عشان الابر كلها تطلع منتظمة اهم حاجة عندي في رسم التراكيب الانتظامية دي اهم حاجة عندي اهو بالشكل ده كده يبقى ده كده رقم خمسة ستة سبعة تمانية طب احنا عندنا بقى كم ابرة في الوجه ايوه عندنا اربع ابر في الوجه اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بس ده انت قلت يا ميس ان الضهر يشغل معانا ايوه وعندي اربع ابر في الضهر اهو عشان كده انا عملت المسافات عشان الابر ما تخشش في بعضها اهو بالشكل ده حددت اربع ابر في الوجه واربع ابر في الضهر كذلك هنا اهو اربع ابر في الوجه تلاتة اربع ابر وفي الضهر برضو اربع ناخد بالنا ان الابر ايه شايفين احنا الابر في وضع ايه في وضع تعاشق مفيش حد يحطلي الابر في وش بعض لان دي ما كان مستوصيلة ما هياش مكنة مستديرة لو مكنة مستديرة اه ممكن الابر تبقى سلندر وضيل فيبقى قصاد بعض لكن في المكنة المستوصيلة لازم تكون الابر بالشكل ده في وضع تعاشق لاني ما ينفعش السلندر الامامي تطلع قدامه الابرة في السلندر الخلف طبيعا انهم هايغباطوا ببعض اهو هعمل اهول الاربع ابر في الوجه بالشكل ده كده وقصادهم الاربع ابر في الظهر اهو هنزل هنا على رقم خمسة اهو اربع ابر في الوجه واربع ابر في الظهر اهو بالشكل ده كده لغاية ماكمل الباقي كله طيب عايزين نعرب بقى هشتغل ازاي اول لون عندي اللون الايه الاسود مين اللي شغالة فيه لو انا بصيت ليه الاسلوب الرامز اللي احنا لسه عاملينه اهو الابرة الاولانية وجه وكل ابر الظهر شغالة اسود اهي احنا لسه عاملينها دلوقتي الابرة الاولى وجهة اهي واربع ابر شغالة ضهر اسود اهو نطبق الكلام ده هنا بقى في الاسلوب الخرائطي الابرة الاولانية اهي شغالة وجه وبعد كده الاربعة شغالين اسود اهو عملت الابرة الاولى من الوجه مع الاربعة من الضهر يبقى ده كده اللون الاول طب وما لللون التاني لا اللون التاني بيقابل لون التاني لكم ابرة لو احنا بصين هلاقي ان التلاتة اللي انا سبتوهم هنا هم اللي هيشتغلوا هنا باللون الاحمر اهو بس برضو الضهر هيبقى شغال معهم اهو بالشكل ده كده اهو يبقى انا كده شغلت مين شغلت تلاتة في الوجهة احمر مع ابر الضهر كلها شغالة احمر لو من هنا انا حبيت اقولي الاسلوب الوصفي اقوله الصف الافق الاول لزهور اللون الاول ترفع الابرة رقم واحد في الوجه وجميع ابر الضهر تعمل طيب الصف الافق الاول برضو ولكن لزهور اللون التاني انهي ابر اللي هتشتغل ايوه رقم اثنين وتلاتة واربعة في الوجه وجميع ابر الضهر لتعمل يبقى احنا كده خلصنا الصف الافق الاول طيب نعمل في الصف الافق التاني اللي مين اللي شغل فيه الابرة رقم اثنين هي اللي شغل لون اسود اهي بالشكل ده كده وبرضو ابر الضهر كلها شغل اهو طيب انبالي اللي انا سبتهم بقى ايه ايوه رقم واحد ورقم تلاتة ورقم اربعة هم دول اللي هيشتغلوا معايا هنا بس مع مين برضو مع ابر الضهر كلها شغل اهو بدأت برقم واحد اهو بالشكل ده كده وعندي بعد كده رقم اهو الضهر اهو اشتغل معايا وبعد كده رقم تلاتة اهو ورقم اربعة يبقى اللي انا سبتهم هنا رقم واحد ورقم تلاتة ورقم اربعة هم اللي اشتغلوا معايا في اللون التاني بس ناخد بالنا برضو ان كل الضهر ايه شغل يبقى الصف الافقي التاني لزهور اللون التاني عملنا ايه ايوه الاول الاول اللي عملنا فيه الاول رفعنا الابرة رقم اتنين في الوجه وجميع ابر الضهر شغل طيب السطر الافقي انهي صف الصف الافقي التاني برضو مهم دول كده صف واحد صف افقي اول ودول اهو صف افقي تاني يبقى الصف الافقي التاني لزهور اللون التاني هنرفع الابرة رقم كام واحد ورقم تلاتة ورقم اربعة في الوجه وجميع ابر الضهر لتعمل طيب عايزين نشوف رقم احنا خد امتفقين ان ده كده الصف التالت ودول كده الصف الرابع طيب نكمل مع بعض اخر حاجة عشان وقتنا هناخد الصف التالت اهو من اللي شغال عندي لو انا بصيت لالاسلوب الرمزي هلاقي من اللي شغال هنا في الصف التالت ايوه الابرة رقم اربعة اسود بس هي اللي شغالة اهو ادي رقم اربعة اسود هي اللي شغالة يبقى ااخد الظهر كله شغال واخد رقم اربعة بس طب اما للتالتة لانا ستهم قدام دول ايوه هنا لو انا عملت كده الاربع ابر بتوعي بتوعي الوجه وفقهم هنا ابر الظهر زي ما احنا متعودين اهو وهاشتغل باللون التاني هاخد اول تلاتة زي ما احنا شايفين اهو وسبت رقم اربعة اللي احنا اشتغلناها باللون الاسود يبقى انا كده عملت الصف الافك الاول وعملت الصف الافك التاني وعملت الصف الافك التالت ياريت انتو بقى تكملولنا الصف الافك الرابع يبقى احنا كده تصميمات تنفذ على الواجه الواحد وخدنا مع بعض تصميم كنا بدأنا مع بعض اسلوب رمزي واسلوب خرائتي وكملنا له النهاردة التصويري والوصري وخدنا كمان تصميمات تنفذ على الواجهين وقلنا فيه فرق كبير ما بين تصميمات الواجه الواحد والواجه للواجهين عشان في الواجهين انا بشغل ابر الظهر يبقى معنا كده انا باجي اوصب بقول وجميع ابر الظهر تعمل بكده نبقى احنا خلصنا منهج الترمي الاولاني لمادة التراكيب فضلنا جزء صغير بس ان شاء الله في المراجعات نكمله مع بعض ودلوقت احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى انتو تكونوا استفدتم معايا حضرتوا ورقك وقلامك واشتغلتم معنا وانا في انتظار اي استفساراتكم على قناتنا على قناة يوتيوب للتعليم الفني اشكركم اشكر قطاع التعليم الفني كله على مجهوداته اشكر كل العاملين في التلفزيون واشكركم ابنائي وبنات الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته